النهاردة حسن بشكل نهائي طبعا تجديد محمد مجدي أفشا واحد من نجوم الأهل الكبار والمؤثرين في المواسم الأخيرة وواحد من اللعيبة اللي كذبت اسمها ما كيف فيش شك بحروف من نور النهاردة بيتم الإعلان عن تجديد محمد مجدي أفشا لمدة ثلاث مواسم تفرق آه طبعا أفشا من اللعيبة اللي عندهم بصمات كتير واحد مع النادي الأهل ده ما فيش شك ورصيد كبير جدا عند الجماهير ممكن يبقى فيه أبسان دونز دوارد جدا يعدي بيه أي لعيب أتمنى إن شاء الله إن لما الباب ده يتقفل بتأثر بشكل إيجابي كبير مع اللعيبة وأعتقد إنه أفشا قادر إن شاء الله يكون يعني يمثل إضافة كبيرة للأهل فيه السنوات الثلاثة اللي جاي عندنا كلام كتير على طبعا محمد مجدي أفشا طبعا القضية ممكن هي أهم وأعظم لحظاته لكن طبعا ده ما يقللش من دوره الكبير وخصوصا الموسم اللي فات أو النص التاني من الموسم اللي فات مع مارس الكولر شفنا أفشا بشكل فيه تركيز أكبر فيه دوافع أكتر فيه تطور أكتر على المستوى الأدوار اللي بيلعبها في الملعب وبالتالي إن شاء الله يكون واحد من أهم أوراق مارس الكولر فيه الموسم اللي جاي عايز أكلمكم النهاردة شوية عن قط اللبس في نادي الأهل وعايز أكلمكم عن مارس الكولر موسم فيه عندنا دايما لما بيطلع برنامج جديد بتعمل حاجة اسمها هنعمل حلقة بايلوت حلقة على مستوى الإنتاج تعمل حلقة ما تبطلعش للجمهور بس على مستوى الكرو بتاعها والإدارة بتاعت القناة تقدر تشوف شكل البرنامج أنا بشوف إن الموسم اللي فات ده هو الموسم البايلوت بتاع مارس الكولر الموسم الأول لمارس الكولر يبدأ إن شاء الله من الموسم اللي جاي تعالوا نقرأ النهاردة وندخل قط اللبس ونشوف شكل اسكواد عامل إزاي وتفكير مارس الكولر والأوراق اللي ممكن تكون بتمثل إضافة سواء من الأسماء اللي عادت أو من الصفقات الجديدة هنتكلم فيها في حلقة النهاردة